نحن نرزح تحت الاحتلال الايراني هكذا وصف اللبنانيون حالهم بعدما ضاقوا ذرعا بميليشيا حزب الله الموالية لطهران المهيمنة على البلاد ففي امتداد للانتفاضة التي بدأت قبل اشهر خرج اللبنانيون في تظاهرات امام وزارة الدفاع في العاصمة بيروت للمطالبة بتنفيذ القرارات الاممية القاضية بنزع سلاح ميليشيا حزب الله وحصره بيد الجيش فقط وبحسب المتظاهرين فان بقاء الحال على ما هو عليه دون تدخل الجيش سيزيد من الهيمنة الايرانية ويقوض عملية دحر احتلالها للبنان هيدا احتلال ايراني باللبنان لانو الانون اللبناني واضح بقول اي مجموعة ولو كانت هي لبنانية ومعها سلاح وتمويل من خارج لبنان وبتصلبط على لبنان هيدا يعتبر احتلال ولانو الضباط الجيش اللبناني هني حلفين يمين على السيادة ولانو السياسة تريدنا منتزعة فمطلوب من الجيش اللبناني تطبق الحلفين اليمين طبعه ويقاوم الاحتلال بدعم الشعب اللبناني نحنا نازلين نقول ما بدنا الاحتلال الايراني ما بدنا حزب الله ما بدنا سيطرة حزب الله على البلد بدنا تطبيق الدستور والقرارات الدولية لحتى نعيش بسلام بهذا البلد ونبني بلد بلد جيش واحد شعب واحد ما بدنا كذبة المؤاومة وهي الكذبة اللي ما عايشيننا فيها وياللي من وراها خطفين هيدا البلد وعم بيعطي حجة لبقاء سلاحه سلاح موجه ضد الشعب اللبناني وتتحكم فيه مخالب ايران يقول الشارع الغاضب الذي لم تنطلي عليه ذرائع المقاومة المزعومة لا سيما بعد ان وجهت تلك الميليشيا سلاحها ضد الفرقاء السياسيين عام الفين وثمانية في اطار مواجهات شملت بيروت وبعض مناطق جبل لبنان ولن تنتهي الازمات الصادرة من الميليشيا الموالية لايران هنا خصوصا بعد مشاركتها في المعارك العسكرية والسلاح الى جانب النظام السوري في الحرب التي اتت نيرانها على المدن السورية وارتكب فيها حزب الله مجازر طائفية بحق المدنيين بحسب تقارير حقوقية عديدة ولا يبدو ان انفجار مرفأ بيروت سيكون اخر الازمات التي يسببها سلاح الميليشيا للشعب اللبناني في ظل استمرار استهداف حزب الله للمتظاهرين والازمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد وانعدام الثقة الدولية الناجمة عن بقاء الميليشيا التي بدورها تشهد محاصرة امريكية غربية وغليانا داخليا قد يؤدي الى بداية تفكك المشروع الايراني في المنطقة ترجمة نانسي قنقر